بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه يمن ولا هناك مقطع منتشر في الوادس وهناك أيضا سورة منتشرة في الوادس لصفحة من المصحف فيها سورة الفاتحة ثم وضع على الجهة اليمنى وهو يقول عند قراءة سورة الفاتحة لا تبدأها بقول الحمد لله بل بقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن البسم لهنا آية ورقمها واحد والحمد لله ورقمها اثنان فلا تقرأها ناقصة فتأثم ولذلك تسمى السبع المثاني أخبروا بها حتى نتدارك هذا الخطأ فالصلاة ركن من الإسلام والفاتحة ركن لإتمام الصلاة نقول أيها الفضلاء المباركون أنه القول الراجح في المسألة أن الفاتحة هي سبع آيات ونقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كما جاء في سورة الحجر وفي بعض المصاحف وضعت البسملة أنها آية وفي مصاحف أخرى البسملة ليست بآية يعني قراء الكوفة يعدون البسملة آية عاصم حمز والكسائي يعدونها آية وقراء البصرة لا يعدونها آية وهي في فواتح السور هناك اختلاف بين العلماء يعني بين السورة والسورة هل هي آية؟ ومن قال هل هي آية؟ هل هي آية من الفاتحة؟ ولا آية من كل سورة؟ الراجح أنها آية مستقلة ولا تدخل في عد آيات السورة ولا الفاتحة وسنسوق الأدلة أولا بالنسبة للقراء السبع كما عند الشاطبي يقول وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملة الباء من كلمة بسنة هذه قالون والراء من كلمة رجال هذا الكسائي والنون من نموها هذا عاصم والدال من درية هذا ابن كثير هؤلاء هم الذين يثبتون البسملة بين السورتين قالون عن نافع والكسائي براويه أبو الحارث ودور الكسائي وعاصم براويه حفص وشعبة وابن كثير براويه البزي وقنبل بقية القراء السبع والرواة السبع كورش عن نافع والشاميون والبصريون أبو عمر البصري وابن عامر الشامي وحمز الكوفي فإنهم لا يعدونها لا يعدونها بين السورتين ولا يثبتونها ويقول وصلوا اسكتا كلا جلاياه وحصلة هذه مسألة في علم القراءة نحن نذكرها لكن نرجع الآن ونقول الرسالة هذه رسالة خطأ إذن البسملة على القول الراجح ليست آية من الفاتحة طب وش الدليل اسمع الآن للدليل ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر كلهم يجهرون بألحمد لله رب العالمين وضحت الآن هذه واحدة الثانية ما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد مساء فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ملسان وهذا هو الصحيح أيها الفضلاء من حيث التناسب اللفظي والتناسب المعنوي من حيث التناسب اللفظي والتناسب المعنوي إيش التناسب اللفظي يعني عدد الحروف بتكون قريبة من بعض الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الحروف قريبا بعض ومن حيث التناسب المعنوي ثلاث آيات الأولى هي لله تمجيد وتزبيح والثلاث آيات الأخيرة هي للعبد والآية الفاصلة التي في النص هذا المثاق بين العبد وبين الرب ولذلك نأتي الآية الأخيرة فنقسمها صراط الذين أنعمت عليهم هي السابعة غير المغضوب عليهم والظن هي السادسة غير المغضوب عليهم والظن هي السابعة وبذلك نقول ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وبذلك يستدل القول الراجح أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة وإنما هي إجماعا جزء من آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في رسالة إخبار وما يسغل الإنسان يأتي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وأن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين وبذلك استبان أن المقطع الذي أرسل ليس مقطعا صحيحا وأن هذه البوسترز الذي وضعها في الوادس ليس صحيحا أطلنا المقام في ذلك لكي يوضح للناس وأنهم يعرفوا مثل هذا وصلنا على بينا محمد وآله وصحبه وسلم وإخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين